السلام عليكم ورحمة الله وباكاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مصطور في رك منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويله يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي قموتم بها تكذبون أفشحر هذا أم أنتم لا تبصرون إسلوها تصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات فاكهين بما أعطاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم قلوا واشربوا حنيئا بما كنتم تعملون متقين على سرر مصفوفة وزودناهم بخور عين والذين آمنوا واتبعتهم زريتهم بإيمان ألحقنا بهم زريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رحيم وأنددناهم بفاكهة ولحم من ما يشتهون يتنازعون فيها جأسا لا لون فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفكين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاحن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربس به ريب المنون قل تربسوا فإني معكم من المتربسين أم تأمرهم أهلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم نسقلون أم عندهم الغيب فهم يتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مقم فزرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم صدق الله العظيم ترجمة نانسي قنقر